من أبل فترة أعلنت ثناء أنس وبسان عن انفصالهم رسميا عن بعض عن طريق عمل أنفولوا لبعض الانستغرام وتصريحات رسمية من بسان اسماعيل ضمن عدة مقابلات ولكن الجمهور ظل دائما منتظرة أنس حيال هذا الموضوع وزاد فضول الجمهور أكثر من بعد ما صرح أنس أنه حينزل فيديو مدة الساعة كاملة يشرح فيه كل التفاصيل اللي صارت بينهم لا ينهي الجدل رسميا وأسئلات الجمهور ولكن أنس لم يشارك هذا الفيديو لحد الآن وطال انتظار الجمهور أما مبارحة ففاجأ أنس الجمهور ببث مباشر على تيك توك من بعد عودته لدبي واللي حمل عدة مفاجآت وأسرار جديدة حول انفصاله عن بسان من بينها تصريحه بشكل رسمي عن اشتياقنا بسان بعد هذا الانفصال أعطيني سؤالي أنت في علاقة حبك؟ أنا حاليا باللقطة الحالي لا ارتحتي يا جميع هاي هيك أها حبابي ايه كبس شمال ألاس إيش صار بينك وبين والله ما بحب حرام بالأسماع ما بتكون والله حبابي كان يعني ما في اشي خلص يعني انه صار فيه شوية يعني ما تفهم به وكل واحد بره من الطريقة عادة مش تاقير ناس والجمهور انتظر ردة فعل بيسان حول هذا التصريح ولكن لم تكن لبيسان اي ردة فعل حيال هذا الموضوع او رد رسمي وبانتظار تصريحات وتطورات جديدة عنهم رح نشاركها معكم اول باول فاشتركوا بالقناة وفعلوا زر جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد